اهلا وسهلا بكم حلقة جديدة من برنامجنا هنفطر ايه? هنفطر ايه النهاردة? هنعمل لكم النهاردة طاج مبامية. باللحمة. مم. متعشموش قوي. مش لحمة قطع. انا هعمل لكم بكرات اللحمة. بخلطة كده حلو. فرح والله اللي عندي. قالها كل لحمة. ماشي يا لحمة برضو بس مفرومة. بس تعمل لكم بطريقة حلوة قوي تعجبكم. وهنعمل جميها بتنجمي خلل. هم? ريكم? حلو اهو. ونعمل كمان اللي حلو وبسبوسة. النهاردة كله شرق في شرق اهو. بس التاج اللي ايه لعبين فيه شوية كده عاملين فيه شوية مجابلات. احنا هنجيب نص كيلو من اللحمة المفرومة او ربع. هم? يعني حسب الامكانيات. اه وبصلة مبشورة. وكبات بقسمات ناعم. يعني نص كيلو لو انا هعمل نص كيلو من اللحمة. يبقى نص كيلو من اللحمة. عليها نص كبات بقسمات ناعم. عليها بيضة. عليها ملح وفلفل وبهارات. واعجيلها حلوة قوي مع بعضها. واعملها كور صغيرة جدا. بلية كده. بلية صغيرة عشان يرمي كتير اه? عشان يملأ الطاجل. وهجيل نص كيلو من البامية او كيز بامية. ونعمل نص كيلو من عصير التماطم او اقل شوية. يعني ما يكملش النص كيلو. وبصلايا مبشورة. هجيب البامية. واعدين الاول هجيب بصلايا حطها في الحلة مع معلقة سامنة وشوحها. وديها نقطة من الملح والفلفل مش كتير. على فكرة احط عايز احط مقعب مرأة. فده بيأثر انه محطش ملح كتير. تمام? شوحت البصلة. معلقة السامنة. يعني رشة ملح صغيرة وفلفل. اه بعد كده انزل عليها عصير التماطم واسبها تاني بتتسبك اه نص تسبيكة بس. بعد ما قورت القرات اللحمة بجيب توصة واسعة. وفيها معلقة سامنة تانية مش كبيرة. وانزل قرات اللحمة تاخد تشويحة. بسيطة كده واشت كده بس. اجيب الطاجن احط فيه البامية نزل علي الكرات اللحمة دي. ونزل عليها الصلصلة انا سبكتها نص تسبيكة. واروح مدخلان كلهم مع بعض الفرن. واسبهم بقى حوالي ساعة لربع. من نص ساعة لساعة لربع. بس. فيديك بقى طاجن بامية بكرات اللحمة تلاقي كرات بقت كتير كده في وسط البامية عاملالها ايما. اوكي? بس كده. بقشيك قوي على فكرة وحلوة قوي قوي. آآ نعمل بقى بتنجمي خلل القديم بتاع اللحمة بنحمره ده. نجيب بتنجمي صغنة يريد تنقيه اللي هو العروس الصغير ده. آآ الاسود. ننقي كده بتاع نص كيلو ولا حاجة. واروح جايباها منظفها شايل العنقود اللي فوق. واروح شقاشة قبستكينة صغيرة يعني بالجنب كده. واروح بالطول مش بالعرض. واروح محمرة في الزيت. واروح شايلها على جنب. اعملو بقى الخلطة بتاعتها. اللي هي عبارة عن ايه? توم. وآآ فلفل حامي احمر. وشوية خل وعصير لمون. يبقى توم. فلفل حامي احمر. وخل. وآآ عصير لمون وملح وفلفل وكمون. في حال اللي واقول فلفل على الفكرة في البتنجان برضو ايش بحط الكمون بحط الفلفل. كلها التحويجة دي كده مع بعض. احشي البتنجان ارصه في علبة واعصر عليها لمونة كمان تاني. اللمونة اللي بحطها في الاخر دي بتخلي اشر البتنجان يرمي احمر عليها. تبقى هايلة. تمام كده? دي كده جنب تاقن البامية هلاقينا على بعض قوي. يلا بقى نعمل البزبوسة التقليدية بتاعتنا جدا 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 جدا. احنا هنعمل ايه? هنجد كوبايتين من دي السميد معاها. معلقتين من الدي الابيض. كوباية من الزبادي. نص كوباية من السكر. نص كوباية من السمنة. وبعلقة صغيرة بكينبودر. كل ده خلطي مع بعضه. اجيب صانية واحطها فيها بيكون قوامة تقيل زي الكيك كده او اتقل من الكيك كمان. لا اتقل من الكيك. اتقل لازم يكون اتقل ما يفعش الصب صب. لازم يتفردي باديكي. انت فردي عاملتي الحكاية دي. ولقيت ان اللي عجينة خفيفة زودية دي السميد. لان هي لو نزد معاك صب كده. هتعرف ان هي مش تشرب العسل. وتطلب معاك مجلدة. هي لازم تبقى عجينة سميكة. فاتها في الصانية. ادخلها الفرن على مية وتمانين درجة. على الراف الوسطاني. اكون بجهز برة الشرباط. اللي هو كوبتين من السكر كوبتين من المياه. هيغلو المدة اتناشر دي على النار. لازم يكون العسل سخن. والبزبوسة سخنة. ارش العسل على البزبوسة. واغطي بصانية تانية. واسفها الغاية بعد الفطار بتغذيها في منتهى الجبل. وطرية. وحلوة قوي. حابة تحطي بقى اي مكسرات على وشها. قبل ما تسويها. حطي. عايس رشي جوزهند. رشي جوزهند. وخب. والبططي بقديك كده عليها برضو. حلوة جدا. كده عملنا هنا بعض النهار ده. عملنا طاجن البامية. بكورات اللحمة. اللي هي المفرومة. اللي احنا عملناها زي الكفتة وشوحناها. ده افضلها كل اضافات. كاني بعمل حل البامية عادية خالص. بس انا عملت لها اي ما عشر رمضان. وحطتها في الطاجن. وراستهم فبعد كلها بالشكل اللي ان شاء الله يجبكم ويفتح النفس كده. وعملنا بتنجان المخلل اه بكبيرت لمون محترمة. وعملنا كمان البزبوسة الاصلية. ويا رب يكون عيبتكم الحلقة النهار ده. واستنوني بكرة مع نجوم في امه. هنفطر ايه. ونجلاء الشرشافي. الى اللقاء.